إراداتنا للثماني الأشهر الذي هي يناير سبتمبر 400 مليار ريال مصروفاتنا 860 بعد صمت طويل أفصح البنك المركزي عما سكت عنه لأكثر من ثلاثة أعوام الموارد شحيحة والوضع الاقتصادي مرشح لمواجهة المزيد من الصعوبات في ظل المعطيات الراهنة جاء ذلك في سياق حديث لمحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام خلال مؤتمره الصحفي الأول من نوعه الذي عقده في مقر البنك بعدا وأجمل فيه التحديات الراهنة المتمثلة في وجود إدارتين لاقتصاد واحد والتراجع الحاد لتحويلات المغتربين من 5 مليارات دولار إلى أقل من ملياري دولار بالإضافة إلى توقف الصادرات النفطية إلا من مصدرين فقط وبقيمة تصل إلى 150 مليون دولار كل شهرين لا تكاد تغطي قيمة المشتقات النفطية لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة المحافظ زمام كشف عن إجراءات بدأ البنك المركزي بتطبيقها للحصول على موارد من مصادر غير تضخمية شملت إصدار سندات حكومية بقيمة فائدة تصل إلى 17% وإصدار شهادات الإيداع التي توازيء ذن الخزانة بقيمة فائدة تصل إلى 27% بالإضافة إلى اعتماد أليا جديدة لودائع البنوك الإسلامية زمام أوضح أن إجمال الاحتياطي النقدي للبلاد في الوقت الراهن يصل إلى مليارين وتسعمائة مليون دولار من ضمنها الوديعة السعودية البالغة قيمتها ملياري دولار فيما جاء المبلغ المتبقي من ودائع تخص الحكومة اليمنية في الخارج جرى الإفراج عنها مؤخرا وقدم محافظ البنك إحاطة بالأسباب التي وقفت خلف التدهور الحاد في القيمة الشرائية للريال وبعد دفاع لافثا عن الصيارفة أوضح زمام أن المضاربة ارتبطت خلال الفترة الماضية بشكل رئيس باستيراد المشتقات النفطية التي قال إنها تأخذ أكثر من 60% من الطلب على الدولار وأورد جانبا من الإجراءات التي تنهي المضاربة في هذا القطاع من خلال اعتماد 15 مليون دولار لشركات النفط من أجل استيراد المشتقات النفطية بسعر تنفسي يصل إلى 585 ريال مقابل الدولار فيما اتفق البنك مع التجار على توريد أموالهم بالريال إلى البنوك التجارية لتقوم هذه البنوك بشراء مقابلها من الدولار لتغطية قيمة وارداتهم من السلع في ظل رقابة شديدة يمارسها البنك المركزي على الموارد الخارجية للبنوك حديث محافظة البنك المركزي تضمن العديد من الحقائق المتصلة بالسياسات النقدية ووضع الريال ودفاعا مستحقا عن الحكومة أمام الانتقادات ذات الطبيعة السياسية الموجهة التي تنال من هذه الحكومة وسط دعوات مرافقة إلى إسقاطها لتحقيق أجندات إقليمية مشبوهة